المشهد سابقا هذه الدوائر كأنها تورث كل نائب يورثها لابنه ونحو ذلك وتبقى الأحوال كما هي وتبقى كما هي إن لم يكن هناك انتخابات ليست محافظات استاذي الكريم استاذ صلاح لما أنا بدي كون في محافظة داخل المحافظة يكون دوائر النائب إذا لجأ إليه أحد أبناء طرابلس وهذه حصلت في طرابلس لجأ أحد أبناء طرابلس إلى نائب ليس بدائرته لا يتم التعاطي مع المواطن القادم لأنه لا ينتخبه نحن خلقنا نوابا للدوائر النواب الآن الموجودين أغلبهم لا يمثل الشعب دعني أتكلم عن نواب الشمال بطريقة خاصة كأبن منطقة الشمال النواب في الشمال هناك نواب أساسا ليس لهم علاقة بالمواطنين ولا يتواصلون مع المواطنين هم جاءوا ليسوا ليس إكراما لهم أو لأعمالهم أو لتاريخهم جاءوا لأنهم فقط مرشحي سعد الحريري ومرشحي سعد الحريري ليسوا لأنهم مرشحي سعد الحريري لأنه إبن رفيق الحريري فقط ليس هناك فضل لآل الحريري وسأقولها ولأول مرة وعلنا ليس هناك فضل لأحد من بيت الحريري على لبنان منذ 92 سوى رفيق الحريري والآن الحريري الحريري اليوم إذا كان هناك ضامن لها فهو إرث رفيق الحريري أما هي لم تنتج شيئا يجعلها تبقى أنتجت الحريرية فقط يعني ولدا ولدا اسمه المستقبل أو تيار المستقبل لأن الحريرية ودائما أقولها الحريرية تختلف عن المستقبل تيار المستقبل تيار سياسي يدخله الكثيرون للانتفاع للوصول الحريرية معتقد سياسي والإنسان يفكر فيه هناك فرق شاسع ما بين الأثنين نواب الشمال الموجودين اليوم هم نواب تيار المستقبل تيار المستقبل ليس تيار رفيق الحريري مع العلم أنت تيار الخارج نوالك الله